إذا سقط قتيل واحد أمريكي سوف يكون الرد قاسيا جدا من قبل القوات الأمريكية هذا واضح جدا فلذلك هم هم لا يقوموا بعمل عسكري يوقع خسائر بالأرواح والمعدات الأمريكية وواضح جدا هناك منظومة سيرام هناك منظومة كارليتو هناك منظومة فنجر المحمولة على عجلات هامفي أيضا هذه كلها المنظومة صنعت من أجل أن تقاطع الطائرات المسيرة وتقاطع الصواريخ الكاتيوشا فإذن هذه المنيشيات تعلم بأن حتى لو استطاعت الطائرة الوصول فوق القاعدة مباشرة تعلم بأنها سوف يتم التصدي لها وإيقاحها قبل أن تصل إلى هدفها المحدد فإذن هناك شبه تهديد إيران تريد أن توصل رسالة للعالم وبالأخص لأمريكا بأن إذا لن تعطوني الوقت الذي لين هدف إيران الآن هو الحصول على أطول وقت إذا لن أحصل على أطول وقت في المفاوضات سوف أطيح بالأمن الإقليمي وأطيح بأمن حلفائك في المنطقة وليس هذا فحسب بل أطيح بأمن الملاحة البحرية وأطيح بأمن التجارة العالمية الذي قامت به ميليشيات الحوثية هو جزء مكمل لما يحصل في العراق وفي سوريا الآن إيران تعتبر عمقها الاستراتيجي يصل إلى الحدود الإسرائيلية إسرائيل ليس لديها عمق استراتيجي إسرائيل لا تستطيع هذا موضوع طويل شرحة ولكن إسرائيل لا تملك القدرات العملياتية بقيام بأي عمل عسكري يدمر يدمر البرنامج النووي الإيراني فلذلك هناك نقطة إيران تبحث هدفها وتبحث عن وقت أطول ولا تبحث وليس هدفها هو الوصول إلى اتفاق نووي مع المجتمع الدولي إذن هناك سر تخفيه إيران هل سوف تعلن إيران بصورة مفاجأة بأنها أمتلكت القنبلة النووية لأن هدفها هو الحصول على أطول وقت وليس الهدف إلى وصول إلى اتفاق نووي مع المجتمع الدولي فإذن هناك سر تخفيه 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 إيران فعلى المجتمع الدولي أن يحث إيران على توقيع الاتفاق النووي وأن تستمر وأن يتم استخدام مبدأ السناب باك وتهدد لذلك أمريكا الآن تهدد بمبدأ هو مبدأ يسمى سناب باك وهو إعادة كل العقوبات التي تم رفعها من قبل المجلس الأمن بقرار 2231 في يوليو سنة 2015 فلذلك هناك سر تخفيه تخفيه إيران هذه حسب المعطيات التي أملكها وحسب ما أشاهد وأقرأ في الصحف الإيرانية هناك سر تخفيه إيران فلذلك هي تبحث عن أطول وقت لهذه المفاوضة ولا تبحث ولن يكون هدفها هو الوصول إلى اتفاق نووي مع المجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر